موسيقى موسيقى أهلاً ومرحباً بكم وجولة جديدة من جولات برنامجكم عين على البرلمان متوجدين مشاهدين الكرام في المقر الرئيسي لحزب الوفد الجديد وتغطية خاصة لإحدى الحوارات المجتمعية المفتوحة لمنقشة قانون الإعلام الموحد واللي بتنظمها لجنة الإعلام بحزب الوفد حزب الوفد مشاهدين الكرام لديه مشروع خاص بقانون الإعلام الموحد وهذه هي إحدى جلسات الحوار المجتمعي واللي هتقدم به الحزب خلال فترة وجيزة من الآن معي اللقاء مع الإعلامي الكبير الأستاذ حمدي الكونيسي والدكتور ياسر حسان رئيس لجنة الإعلام بحزب الوفد لعرض تفاصيل أكتر عن مشروع هذا القانون برحب بكم معنا في عين عبرلمان أستاذ حمدي ودكتور ياسر ولو تسمح لي دكتور ياسر أبدأ بالإعلامي الكبير الأستاذ حمدي الكونيسي يعني بداية كيف ترى حال الإعلام المصري في هذا الوقت وحال طبعاً الصحافة في هذا الوقت يعني مبدئياً أنا أرى أن حال الإعلام ما سرش عدوى لحبيب وصلنا لدرجة من العشوائية والتردي بنتائج بلغة الخطورة أصابت المجتمع في تكوينه خلقت نوعاً من الانشقاق بين صوار 25 يناير أو المتحمسين ل25 يناير وبين يونيا مع أن الاتنين بيكملوا بعض حتى داخل الأسرة تلاقي اللي يقولك لا يناير ويقولك يونيا وهذا هو الإعلام وده نتيجة عمل الإعلام للأسف الشديد وبالتالي كان لابد أن تتحرك الدولة نحو قيام المنظومة الإعلامية الجديدة التي نص عليها دستور 2014 في مواده 211 و12 و13 ومع هذه المنظومة بالضرورة بقى رأس الحربة هي نقابة الإعلاميين لأنها تضع المعيير المهنية وبتضع مثاق الشرف الإعلامي حالياً تحت التأسيس حتى لا يعني فقط حالياً تحت التأسيس إنما القانون حالياً بتتم مناقشته في لجنة الثقافة والإعلام بمجلس النواب وأنا أتابع وبحضر معهم هذه المنخشات يعني خليني برضو أتأكد من حضرتك وحضرتك بالفعل كان لك تصريح أن حال الصحافة والإعلام لا يسر عدوى الحبيب يعني برضو خلينينا نتأكد من هذا التصريح الآخر أيضاً أن الحكومة لا تريد تمرير قانون للإعلام والصحافة يعني هل ده كان رأي حضرتك ولا كان لك رأي مخالف لا أنا بالأكس أنا أعتقد الحكومة مش رفضة ده إنما لها رؤية أو تعديلات وده اللي خليني أحيي لجنة الإعلام في حزب الوفد أنكم بتسارعوا إلى وضع تصوركم إلى ما كان يكون إضافة للقانون الموحد القانون الموحد ده نتيجة ومحصلة لعمل لجنة وطنية من الإعلاميين والقانونيين استمرت تعمل على مدى سنة ونصف إنما بالضرورة فيه نقاط تحتاج للمنقشة والحوار ومن هنا بقى يبدأ الحوار المجتمعي في حزب الوفد اللجنة بتبدأ به بهذا الشكل